الفكرة في التجربة دي ان احنا عايزين طول الموجي او ويب لانت بتاع اللون الصفر بتاع اللمبة 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 اللي هني فالطول الموجي ده هنيسوا بتعمال ظاهرة بالتمال انترفيرنس او تدافع الانترفيرنس ده بيحصل ازاي الاشيعة الضوء اللى خارجه من هنا بتعدي في العدسة دي وتيجي هنا عند حاجه بتسميهاiau سبلتر الابدunu باحتر موضوعه اللى داخلها شوية ينزاله تحت ينعجسه وشوية ينكسره ويطلعه لفوق الابد бук سبلتر دة بيقسم الباور اللى جاياله شوية لتحت وشوية للفوق الشوية اللى بينزله تحت بيقابله تحت عدسةة . العدسة دي صفحات تحتانى محدد صفحة محتى من وصفحها الفوقاني مش محاضر سطحها بلان من فوق طيب؟ فهي بلانو كونبكس لينز السطح اللي من تحت زي المنظر ده كده هو بيحصل ايه؟ لما الأشعة بتوصل للسطح التحتاني ده هو شوية بينعكسوا وشوية بينكسروا ويخبطوا تحت خالص بقى فيه زي مراية حيث إذا الشغالة مراية بترد الأشعة تاني الشعاع اللي انعكس من السطح التحتاني ده هو والشغاع اللي انعكس من الميرور الاثنين دول بيحصل بينهم انترفيرنس او تدافع الحتة دي بتلقبط الناس واحد يقول يد ما الشغاع ده جانب الشغاع ده مش متقابلين ازاي اسمها انترفيرنس؟ يعني ازاي ده بيانترفير مع ده هما مش لمسين بعض ماهو ده يمين ده شوية هي الفكرة في ايه؟ دي حتة نظري ظريفة شوية ادي كده ده الري اللي بيحتله بتاع الدول عمودي عليه الالكتريكتيل بتاعه وعمودي كمان الماجنيتكفيلد بتاعه لو في ري جنبه وليه نفس الالكتريكتيلد اللي هيحصل ايه؟ الاثنين دول صحيح المصارين بتاعهم جنب بعض انيش منطبقين على بعض بس شرط الانترفيرنس مش كده شرط الانترفيرنس ان الالكتريكتيلد هي اللي يحتلوها تدافع فالالكتريكتيلد بيستعدهو في الاتجاه ده وده في الاتجاه ده الاثنين دول مع بعض بيمثلوا وفرونت واحدة او جابهة موجة واحدة فده بيمثل موجة وده بيمثل موجة لو الاثنين فرالل يعني الاثنين بيمثلوا نفس الموجة الموجة في الحقيقة هي الويف فرونت او جابهة الموجة اللي هي العمودية عليها فالالتين دول صحيح ما هم مش لمسين بعض بس الاثنين دول فعلا متدخلين لان الاثنين بيمثلوا جابهة موجة واحدة لكن لو كان الاثنين بيمثلوا جابهة وحدة يعني ده جابته وده استجاه التانى فالالتين دول مش بيتدخلين ومستحتاج بقى تحللهم ده كده مع هذا يتدخلو وده عمودي ما يعلمش كده مع عمودي عمودي عقاب هذه اللي مهمة بنرجع ثاني للقصة فده يرفلكت وده يرفلكت ولهتنين بيحصلهم عن إنترفيرس لو كان الإنترفيرس هذا كنستراكتف فتشوف نور لو كان دهستراكتف فتشوف ضلبة تتحدد حسب المسافة الهوى الي مبين اللينت اللي هي ازاز ومبين الميرور المسافة دي ممكن تحقق شرطة كنتشوف نور او دسرافت الانترفيذ ونشوف ظلمة عشان كده بتشوف حلقات من تحت بقى من جوة هنا الحتة دي بتحقق شرطة الدسترافت الانترفيذ ونتشوف بقعة مضلمة في النص بعد كده بيبتدي الهوى ييصدش بين الاثنين فيبتدي بقى نور ظلمة نور ظلمة نور ظلمة وانت مااشي أول دايرة في الوردر بتاعها امي بتاع واحد اللي بعدها امي بثنين امي بثنين امي بثنين امي بثنين واحد يتسألك كل دولة الطابعة انت بتدين في الوقت الأخضار بتاع الدوائر الضالبة دي مش شغلش على الدوائر منورة ممكن تشغل على منورة بس مشكلة منورة ان الشرط بتاعها بتاع الـ Constructive Interference مش very sharp يعني الـ Constructive Interference very sharp بتشوف دايرة واضحة قوي الـ Constructive Interference اللي تدخل للبناء دا تلاقي الدائرة عريضة شوية لان ممكن يكون الـ Constructive Interference 100% أو 20% أو 80% أو 70% كل دا منور 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 الحد بيبقى تداخل 0% دا بضل فعشان كده المضلم بيبقى شرط بتاعه شرف قوي فتقدر تشوفه لكن المنور ممكن يكون مناور عند 100% أو 30% أو 80% أو 80% أو 70% دائرة عريضة يعني المهمة نص قطر عدسة دا بيبقى جبل انت بتسل أخطار بتاع الدوائر والعلاقات اللي هنا الرياضية التي باعها تدخل في المحاضرة علاقات بطيطة قوي ما بين الديامة التربية والأوردر بتاع الدايرة الاسطلة اللي تسئل هنا مثلا لو كان بدل العدسة دي لو حطينا عدسة شكلها سطوانة يعني هي بدل ما مقطعها دايرة مثلا يعني عملناها مقطع سطوانة كده ودي المرور تحتها الهناك لما كان المقطع دايرة فتبتشوف دواير هنا هتشوف ايه هتشوف مستطيلات مستطيلات لان هي بقى الترفيرات هنا وهنا وهنا فهي معلك خط مستطيل وزيه هنا وهنا وهنا يعني مستطيل يعني حاجة زي هنا ولازم انت بعارف شرط التدافل البناء والهتدامة تلاقي واحدة فيها ام لامضة واحدة ام داية نص لامضة ويعودوا العادل معاكم باقي الحاجات دي التثبيت على التجربة بسيطة قوي زمان كان فيه ستب معقد على كده كان الوضع الصعب هنا كل خاصة ان انت الضوء بيخش بيعصله فوكس انجي من هنا بيمسكوليتر يعاكس شوية فوق وشوية تحت اللي تحت بحصله من الترفيرات ويرجعوا للفوق تاني وبعدين انت بتبص من هنا بيخش بتفوكس انجي من هنا عشان شوية صورة واضحة برضه ممكن بتفوكس من هنا مفيش مشكلة هنا دي عبارة عن بيرنيار زي بتاعت اعدادي تشوف صديره بتاعك ديه بالرقم كام وتاخده صغير مثلا مثلا 52 ميلي جرده 50 ميلي بـ 52 ميلي والرقم اللي بتاخده من هنا اللي بيه قصاد الشرطة دي حاجة من 100 ميلي دايرة وستطرح يبقى دا هو داير متر بتاع الدايرة بتاخده من 3-5 ميليات يعني على الزماتية دايره وفي الاخر ندرس من العلاقة التطبيق وشكرا لزيج